يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى مباراة النهاردة هتكون بين الزمالك وأسوان وأسوان والزمالك مباراة كوي جداً أسوان عنده فرقة حماسية عنده فرقة عندها رغبة وعندها روح دائماً مواجهة أسوان والزمالك أو دائماً مواجهة الزمالك مع الفرق اللي هي موجودة في منطقة القاعة تحديداً أو المنطقة اللي بيسارعوا فيها على الهبوط دائماً تبقى مواجهة صعبة جداً وعامة يعني الفرقة كلها لما تيجي تلعب مع الزمالك مع الأهل مع بيرامز بيبقى عندها الحماز زايد شوية والروح أفضل بس أسوان كمان عنده خبرات زي ما الزمالك عنده خبرات هتلاقي أداء الزمالك النهاردة في روعة النهاردة الزمالك عايز يرجع لصدار الجدول ترتيب الدوري الممتاز وعنده مجموعة من اللاعبين رائعين ودائماً بكرر وبعيد وبزيد إن الزمالك عنده فرقة كبيرة بطلوا ضغط عليهم أنا بتكلم على الناس اللي بتقعد تضغط وتقول إن إحنا عندنا نقص إن إحنا عندنا مشاكل إن إحنا عندنا أزمات ولا في أزمة ولا في مشكلة في الزمالك وكل اللاعبين هايلين ولازم إشادة بالناس الموجودة في إدارة نادي الزمالك بصراحة في نقطة مهمة جداً إنك تقدر تحافظ على القوام ده لنادي الزمالك للسنة التانية على التوالي ده شيء رائع جداً بتدرج بتستغنتش على اللعيبة في دل تمحافظ على اللعيبة ودعمت كمان الفريق بتتكلم فيه فريق فعلاً محترم جداً وفريق رائع جداً نادي الزمالك ولكن المواجهة النهاردة مش مضمونة خالص سوان فريق زي ما قلت لكم عنده حماس وعنده روح وعنده خبرات وخبرات كبيرة جداً بتتكلم فيه أسماء مهمة جداً زي محمد أبو جبل مثلاً في نادي الزمالك حارس مرمى كبير بيواجه الناحية التانية عمر ردوان وهو حارس أيضاً رائع ومميز جداً عمر ردوان حارس منتخبنا الأولمبيا الحارس المعار من النادي الأهلي ومن اللاعبين المميزين جداً تعالوا نشوف الفارق بين محمد أبو جبل حارس الزمالك وعمر ردوان الحارس الشاب لنادي سموحة سبع مبارات شارك فيها محمد أبو جبل مقابل خمسة لعمر ردوان والمباراتين اللي غاب عنهم كان بسبب كورونا 669 دقيقة لمحمد أبو جبل في الدورة هذا الموسم مقابل 489 دقيقة لعمر ردوان نتكلم فيه محمد أبو جبل طبعاً حافظ عن نظافة شباكه لخمس مباريات وده طبيعي وبيلعب لنادي الزمالك عمر ردوان مباراة واحدة فقط من الخمس مباريات اللي شارك فيهم مع أسوان كانت شباكه نظيفة أبو جبل استقبل هدفين وعمر ردوان استقبل خمس أهداف تصديات محمد أبو جبل كان 13 مقابل 16 لعمر ردوان وده تفهم بيه برضو الفرق الكوروات اللي بتيجي على الزمالك والكوروات اللي بتيجي على أسوان بالتأكيد الكوروات اللي بتيجي على أسوان أكتر تصدي العرضيات مميز أبو جبل فيه العرضيات كالعيدة 24 عرضية تصدي ليهم مقابل 15 لعمر ردوان عمر ردوان كمان الفلكس بتاعه هايل جداً من الحراس اللي هو عندهم ردود فعل مميزة جداً فيه الانفراضات وفيه الكورات الصعبة وفيه الأمور الكبيرة مقارنة أخرى مهمة جداً هي بين اتنين من الحريفة الشويتة اللي رجليهم ملهاش حل تتكلم فيه شيكابالة طبعاً مع نادي الزمالك وعمر الحلواني مع نادي أسوان وعمر حلواني عامل أداء ممتاز جداً مع أسوان تعالوا نشوف 6 مباراة شارك فيهم شيكابالة مقابل 7 مباراة لعمر الحلواني 309 ديئة لشكابالة مقابل 588 شارك فيهم عامل حلواني مع فريق أسوان شكابالة الموسم ده لم يسجل في الدولة نفس الأمر بالنسبة لعمر الحلواني ولكن الاتنين بيطلعوا كرات حلوة وده اللي هنشوف في الرقم اللي جاي شكابالة صنع هدف عامل حلواني صنع الثلاثة عرضيات عامل حلواني مش طبيعية عرضيات مميزة جداً من أفضل اللاعبين بالمناسبة اللي بيعمل عرضيات فيه الكرة المصرية صنع فرص محققة مرتين شكابالة في هذا الدوري مقابل 8 لعمل حلواني شوفوا لعيب له كيمة كبيرة ومميز جداً وخبرات مش طبيعية 73% دقل تمليلات شكابالة وده طبعاً شكابالة مقابل نسبة أقل لعمر الحلواني 62% خمس مراوغات صحيحة لشكابالة مراوغة واحدة فقط لعمر الحلواني شكابالة على المستوى الدفاعي طبعاً مش بنفس قوة عمر الحلواني استعادة كرة 27 مرة مقابل 61 مرة لعمر الحلواني عمر الحلواني ليفت باك شكابالة وينجر فبالتالي لأكيد الرقم ده منطق فقد الكرة شكابالة 14 مرة وبرضه عشان الأمور الهجومية تفقد فيها الكرة أكتر مقابل دفاعياً عمر الحلواني أفضل ففقد الكرة 9 مرات فقط في المباريات اللي شاركوا فيها بتتكلم فيه خبرات كبيرة في الفريقين بتتكلم فيه مواهب في حراسة المرمى زي ما قلنا على محمد أبو جبل وعمر دوان باقي تشكيلة أسوان طبعاً مش هتلاقي نجوم كبيرة ولكن فيه بعض المواهب البروميسينج أو الوعيدة في الفريق عكس الزمالك طبعاً تشكيلة يعني مليانة لعبين مميزين رائعين سواء على المستوى الأساسي أو في الدكة المواجهة صعبة طبعاً على أسوان بس لازم الزمالك يفهم كمان أن المواجهة عليه مش هتكون سهلة ترجمة نانسي قنقر